ماتش مبارح ما كانش بس المكسب بالسلسية وتلات نقاط مهمة جداً عادة التوازن مرة تانية للمجموعة حين نعرض وقفين على سانداونز في الصدارة 7 الهلال السوداني 6 في المركز التاني والأهلي 4 نقاط وطبعاً القطن الكاميروني في المركز الرابع بدون نقاط التلات نقاط بتوع مبارح زي ما قلت لكم رجعونا مرة تانية دخلنا في المنافسة وان شاء الله بإذن الله قدامنا تلات ماتشات بإذن الله بإذن الله قادرين وخصوصاً على فكرة براهن جداً على الأهلي في جنوب أفريقيا ومتفقين تماماً أنه ماتش سانداونز هيكون ماتش صعب واحدة من أقوى الفرق هجومياً على مستقرات أفريقيا فرق بتلعب كرة على أعلى كرة أوروبية الحقيقة وعندهم كمان أغلب عناصر الفريق كلهم عندهم كورة لكن بشوف أنهم دفاعياً فريق سهل جداً جداً أنك أنت تضربه يعني سهل جداً أنك أنت تخترق دفعاته سهل جداً محتاجة التركيز واللمسة اللي كانت موجودة مش أقول بنسبة كبيرة لكن ظهرت مبارح والنتيجة أنك سجلت تلات أهداف وكنت تقدر تسجل كمان أكتر من كده مبارح هدف شريف وأسست أو تصليحة تندوسي المعلومة اللي عمل بها أسست الرقفة خليل في الهدف التالت بشوفهم أحلى لقطتين في مبارحة مبارحة يعني هدف شريف واحد من الأهداف الصعبة جداً يقولك أنه شريف صندوق شريف رأس حربة شريف كرة صعبة جداً على فكرة أنك تسلم وتصلح وتخلص تسلم باليمين وتخلص بالشمال بالشكل ده ما يعملهاش غير الحقيقة مهاجم يعني رافيع المستوى زي ما بيقولك وكرة صعبة جداً جداً وهدف حلو جداً جداً وده واحد من المكاسب الماتشن بلاح أنه شريف سجل شريف كل ما بيسجل كل ما مش عايز أقولي يا سعيد ثقة ولأن أنا واثق أنه شريف لعيب كبير يعني خلاص بقى ما بقاش صغير يعني مهاجم النازل لأهلي لأكتر من موسم هدف دوري وهدف بطولة دوري الأبطال ولعيب طور من إمكانياته مطور من مستوى وعنده الحقيقة يعني أنا كنت بأتكلم مع كابتن خلط جدال قبل الهوى الحقيقة شريف عنده مميزات مهاجم مش موجودة كتير يعني بيلعب برجليه الاثنين وبيلعب براسه بتحرك بزكاء شديد جداً على فكرة جواهة صندوق سريع قوي يعني فيه مواصفات راس حربة ما بتتكررش كتير لكن يمكن تركيزه قل الفترة الأخيرة يمكن ضغوط اللي كتعليه لأسباب كتيرة جداً تركمت على مدار مشاركته مع المنتخب أو مع الأجهزة الفنية المختلفة ميستر موسماني ميستر سوارش ثم ميستر كولر كل ده ممكن يكون أفقد شريف تركيزه نوعاً فعودته مرة تانية للتسجيل في الدوري وفي دوري الأبطال هتساعد شريف على أنه بإذن الله يرجع مع تقلق كهرباء للحمد لله النهاردة شارك في التمرينات ترجمة نانسي قنقر